اشتركوا في القناة واقصد موضوع الشراكة في الحكم ما يتحدثون عنه الشراكة الوطنية حكومة الشراكة الوطنية والشراكة في التفكير والقرار والرؤية هكذا كان يتحدثون وما زال يتحدثون منذ عشرين سنة لحد الان هذا الحديث نسمعه ومكونات ومعرف منه وعملية سياسية فيها كل المكونات وفيها كل التمثيل والأجانب اللي أيضا يعني الأمريكان يعني عمموا على العالم كل ما تتحدثي واحد مسؤول كبير عن هذا الموضوع يقول أنتو طيب ما بالعملية السياسية الآن لكل ممثلين سنة وشيعة وكراده وهو يعرف أنه هذه كذبة وهو يضحك على نفسه أكثر هذا المسؤول الأجنبي أكثر ما يضحك على الناس الذين يسألونه لأنه يعرفون هذه شراكات زائفة ومعيبة وكذبة كبيرة لكن أمريكا تريد هذا لحد الان تريد هذا الإطار اللي سوته وهذه النموذج اللي سوته هو الباقي الآن هي ترعى لكن إلى متى هذا يعني هذا متروك لا نجيب عليه الأمريكان يجيبون عليه لأنه المصالح هم تتغيرهم ويعدهم مبدأ يعني لا توجد عداوات مستمرة توجد مصالح مستمرة لا توجد صداقات مستمرة توجد مصالح مستمرة هكذا ينظرون مصلحتهم عندما تتغير بوصلت مصلحتهم باتجاه آخر ينقلبون 180 درجة ومن كانوا يرعونهم ينقلبون عليهم ويدوسوهم بالأحذية وهذا معروف بالتاريخ يعني لا أحد يتصور هذه يعني اختراع جديد لا أبدا اقرأوا التاريخ سياسات الأمريكية وتصرفها مع كل القوى وكل الشخصيات التي تعاملت معها من أشياء إلى غير كثيرين 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 مرد يعني نكرر ودول كثيرة انقلبوا عليهم عندما مصالحهم اتغيرت ومصالح غير ثابتة لا توجد مصلحة في الدنيا ثابتة لذلك توجهات البوصلة ستتغير إذا مليون باشر إذا مباشر عقبة فمن يعتمدون أنهما هذا النموذج الخرب الكسيف الذي يحكم العراق باقي لأنه هناك رعاة أجانب يحمونه ليخسل يده من هذا الفكر ويخسل مخة من هذا الفكر ويتبرأ منه من يحمي نظاما هو الشعب فقط الشعب عندما يؤمن بنظام هو الذي يحميه هو الذي يدافع عنه هو الذي يقيمه هذه النظرية الأخيرة أما أن قوى خارجية تحمي نظام أبدا وهذا أقرأ التاريخ من بداية التاريخ لحد الآن ستجدون هذه الحقيقة ثابتة عموما الجدل في هذه الفترة متصاعد بين أربيل وبين بغداد اتهامات متبادلة يا أربيل يومي يقصف على أربيل طائرات مسيرة بمدفعية بصواريخ معرف منه يكتبون إلى الحكومة المركزية في بغداد يا ناس الحقوننا ما يصير هيد شي احنا وياكم شركاء مو احنا شركاء بالحكوم عدنا وزراء ستة معرفش قد مو احنا وياكم بالبرلمان احنا وياكم بالعملية السياسية لا أحد يسمع لأن لا أحد يسمع لأن القوى الحاكمة في العراقية الميليشيات ومن يقوم بهذه الضربات تحت ستار يعني مقاومة المحتل الأمريكي مثل ما يقولون والمحتل هو الذي جابهم وهو الذي يرعاهم والذي يقادمهم وهو الذي يؤمن لهم مجودهم واستمرارهم في الحكم في العراق هم يدعون هكذا ما شيء وقالها قيس الخز علي قال إنه احنا نضرب نضرب بره ومن أذي الأمريكا لا شيء ذونه وإيران نفس الشيء قالها ترامب قال عندما أرادوا أن يردوا على مقتل سليماني قالوا إنه رح نضرب صواريخ وضربوها بره ميمنة وكنا مطمئنين هذا وضع ما يسمون نفسهم بالمقاومة عموما لكن هذه الصواريخ والقناب والمسيارات آخرها كان مقر القوات الأمنية الكردية في أربيل تعرض لهجوم بطائرتين سيرة ومن قبل ميليشيات وميليشيات طبعا المؤسسة الحكومية اللي هي ميليشيات الحشد وكتبوا وقالوا لكن دارة الإعلام والمعلومات في أربيل قالت يعني اتهمتهم قالت إنه إيران تستخدم هذه ميليشيات الحشد لضرب كردستان العراق هكذا قالوا يعني الغرض زعزعت الاستقرار والأمن في أربيل وودهوك وتسعى لإظهار أربيل ضعيفة كونها وودهوك أربيل وودهوك وهذه حقيقة ربما لم تخضع لعد الآن الوحيدة لم تخضع هذه المدن لحد الآن للنفوذ الإيراني هناك مقاومة في أربيل وفي أدهوك للنفوذ الإيراني سليمانية تحت النفوذ الإيراني هذا واقع الحال هذا واقع الحال على الأرض الناس يتحدثون الأكراد نفسهم وأخوتنا الأكراد يتحدثون بهذا الموضوع ويتحدثون على من يعني هذا ليس سرا والمنظمات الإيرانية وحرس الثوري الإيراني في سليمانيا مثل ما هم في بغداد وبالناصرية ومدهوين وبالبصرة ويحكمون وبابل وغير مكان وحتى بالرمادي وعلى الحدود وبديالة وكل مكان هذا واقع الحال هي الميليشيات موجودة وميليشيات هي المسيطرة وهي اللي تتحكم فلذلك يقول يعني تقول أربيل أنهم يهاجمون أربيل وهاجمونه بشكل هجومهم على مواقع يعني أمنية وعسكرية في أربيل لهذا الغرض زعزعة الأمن أظهار أربيل ضعيفة وإجبارها على التسليم للتغول الإيراني وهذا جزء من عنده واقع حقيقي حكومة السودان اللي هي الحكومة المركزية اللي هي افترض ما ترضب هذا الشكل وتقول أنه الميليشيات هذه ميليشيات الحشد تابعة لها بعمرة القادة العام القوات المسلحة والقادة العام القوات المسلحة والذي يعطيهم الأوامر يجب أن ترفض هذا هي يعني أقصى ما يمكن فتح التحقيق قالت فتحنا التحقيق وياه مكثر التحقيقات التي تفتح في العراق منذ عام 2003 لحد الآن مئات إلى آلاف من التحقيقات فتحات شكلوا لجنة لكي تضيعوا أي قضية أي قضية تريد الضيع هاشكل لها لجنة ومشكلوا لجنة للتحقيق في هذه الحوادث من يعتقد أنه انطوى أربع خمس مناصب هنا وقال له لأنت شريكنا وأكذبها أكذبها من يحكم أنت الفكرة الذي يحكم هذه العملية السياسية بأي فكر تحكم هذه العملية السياسية هو هذا الذي تنظر له فكرة الذي يحكم في العملية السياسية فكر يريد وفكر حتى فكر أمريكي يلتقون ولذلك نقول تتخادم أمريكا وإيران في قضية مهمة جدا هي ضعاف العراق لأن استمرار العملية السياسية بهذا الشكل واستمرار الحديث عن شراكات كاذبة ووجود كاذب هذا جزء من عنده لتخريب العراق وضعاف العراق هذا واقع الحال وكلكم ضعفاء وإذا ما استمريتوا بإيمان أو بالانصياع لهذه الشراكات والحديث به ستخسرون وستضعفون وسيتغولون عليكم وهذه رسالة لأكراد أخوتنا لأكراد في أربيل ودهوب هؤلاء هكذا هذه العملية هي مصممة بهذا الشكل ومن لم يفهمها بهذا الشكل فهو ناقص عقل هذا واقع الحال وبالتالي هؤلاء يعني الحديث عن الشراكة مجرد هراء مجرد هراء ليس أكثر لا وجود للشراكة وجود يحص إليك مكاسب إليك يقوى الطرف الآخر يتمدد عليها ويأخذها المكاسب من عندك يقاسمك بيها ويتدخل بيها ويكون وصي عليك هكذا يريدون وبالتالي هذا الوضع وهذا ينطبق على السنة وينطبق على الكرد وينطبق على الشيعة فيما بينهم من يقولون أننا نحن الأكثرية وهذا الحديث عن الأكثرية وقلية ومكونات هذا جزء من عنده لتمرير هذا الفكر الكسيح الشراكات حكومة الشراكة الوطنية هاي وطنية هاي شراكة كذبة كبيرة ومن يدفع الثمن هو الشعب العراقي بأكرادة بعربة بسنتة بكردة بشيعة بتركمانة بكل مكونات مسيحين صابئة كلهم هم من يدفعون الثمن بسكوتهم بقبولهم بهذا الوضع هم من يدفعون الثمن ولا وجوده لشيء اسمه الشراكة نقطة الصفر وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير ولتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم